الوجيه ديالك اختي نحيف ضعيف ما فيه ما يتشاف كله عمر بالتسبوغة تنمشوا الكلف والتي ما تتخرجي حتى كتديني الفوندوتا وكتعامري وتجخلطي داك الوجيه بالماكياج عادك تخرجي اليوم اختيجي في تلك الحل طبيعي الناترو غير من دارك ومصنع الويدات ديالك اللي هي وصفة الخميرة ديال الحلويات ونشا ولا الدرا ولا ما يعرفها بالنسبة المايزينة تفتيح وتبييد وتوحيد وعلاج البقع وعلاج الساود ونمشوا الكلف والحبوب والات خاص وانаж اختي كان عندك في الوجيه ديالك فليبا اختي اختي مشتبتانك بينفخاتك اي مشكله اختي كان عندك في الوجيه ديالك العنق ديالك الكوعي المرفقيين عد تولي ان شاء الله بيدا ما كنت شي مشكل باذا الوصفة ديال الخميرة وانجفة غتي تبع ما يلوم مراحل ديالLA طريقة ديالتح ديالها الاستخدام ديالا والاستعمال ديالها ولكن عافكم 제로 ب Caribbean الله يحفظكم لتبع 되게 اللا اقوام entra first in k компании اشتركي مرحبا بك يوميا نجيب لك الجديد حتى لعندك وفعلي لي ازل الجرس وخلي لي التعليقات والاقتراحات والاستفسارات وش نستبغيت ان شاء الله تشوفي في الفيديوهاتك المقبلة ومرحبا بك والف مليون مرحبة ويا الله ومعنا على بركة الله نتعرف على مقدار الوصفات طريقة تحضيرها والاستعمال والتفاصيل كاملة مكمولة كما قلنا البنات بالنسبة الخميرة أنا هنا سنحتاج الحلويات هادي ديال إيديال 8 جرم فما يتحال البنات تخدمي بالماركة اللي ناسبتك والتي تعجبك والتي ترضيك اي ماركة عشبتك خدمي بها فأنا هنا عندي إيديال 8 جرم وعندي انشاء الله درا لما كنت تسمى البنات بالماء زينا عندي هاد نوعية هدي هاد هي هاد هي الابنة ديال التهياية هاد لبنات في 180 جرم تهو زوين صراحة نشاو لادرا تهوى اي ماركة البنات عندكم في البيت ديالكم او ممكن قاعد تعوضوها بضقائق لان بزاف ديال المسك يقولوا يوش ضروري نجيبو نشاو صراحة ماشي ضروري البنات إلا ما عندك شايل نشاو دقيق دير الروز ثلاثة ديال المقادير يمشيو بحال بحال وكيف تحسي بالفرق بحال بحال لديك اختي خدمي بي كذلك حبيبتي نحتاج واحد قراءة الماورد وانتو ما عارفيني البنات اللي يجعل الحمدلله مشتركين في القناة وقدم غايعرفوني كنستهلك وكنستخدم ديما هذا الماورد هذا البنات صالح التجميل وحمير العين والحمه والتجاعد هذا الماورد معروف زوين رائع جدا البنات في التبييد وفي توحيد وفي علاج البقاع وإلاج السود فانا غا نحتاج هاد نوعية ديال الماورد وغادي نحتاجوا كذلك الباودر بيبه الصغار بالنسبة للبنات اللي كيسولوني شمن ماركة نديرو فانا مثلا هنا عندي هادي وحد الماركة تحيدة لي التيكيتا وهادي ماركة ديال خمسة دراهم وبزيف البنات يقول لي شمن نوعية نخدمو بيها فانا اللي غا نصحكم بيه صراحة هو ممكن تخدمي بهادي خمسة دراهم رائع هزوينا البنات هادي خمسة دراهم والله القاسم شوفو رائع عندي هادي جوج هادي جيالي طالك وما زل عندي كانت بالكبو كما تصحبوني اذا نقول لي في فديو لا كنخدم بشي حاجة في الفيديوهات كنكون دارساها ومجربها مليار في المئة فالطالك هذا البنات زوين على ضمان تغير خدمو به امتبع تلحال اي ماركة و اي نوعية تخدمي بها خدمة ممينا خدمت بالطالك العادي راح زوين وفعل فقلنا الطالك وقلنا الخميرة ديالحالويات قلنا ان شاولة دراولة كذلك البنات الحليفة حليب نيدو حليب نيدو ساشي العبار عند الملحن وكذلك سنحتاجون الشوفان الخرطال مطحون 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 الخرطال خرطت مطحن 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 مطحون مطحن 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 خلال وصفات مطحن بالمناسبة نأخذ صشي وحده ديال الخميره طبعا ندر تغيو حيده انتو ما ديروا جوج ديروا 4 ديروا 6 ديروا الكمية يعني اللي غات ناسبك انتية شوفي انتية و الكمية اللي غات تنال فاي اللي غات خدمي بها مهم هنا يكن خلط نضيف الحليب غبرة نضيف الحليب غبرة اضف نصر شو حده ديال الخميره حلوه نضيف الباودر انا غنضيف هذا ديال 5 درام فين غات تلقى و غات مشيه عند مهو الخمسة درام دوك لي بيعون البنات مواد 5 درام و تقول لي عتك الباودر ديال 5 درام رغي اعطيه لك في حد الباب هنا حتي كيته صفرة حي دوها ليغي لوليده دكش على شما بقيتش فكتاخد اي نوعية ديال الباودر ممكن تخدمي بها هي ماشي بشرت هادة 5 درام انا كنقول 5 درام لانه عجبني اما هو ممكن تاخدي باودر بعشرين درام باربعين درام شوفين تيه على حسب القدرة الشرائيه ديالي كل لوحده كتمشي على حسب ذاك الشي اللي في القدرة دياله ونستطاعه دياله بغيتي ايش حاجه غالي ركي ايش حاجه غالي ركي خيصو على قد جيبك فانا غاي هادة 5 درام باش ما نكونش كان كدبع لكم ترام باودر ايش حاجه ايش حاجه ونسخوها ايش حاجه ايش حاجه من بعد تمضيحوك كيمياء ديال الناشا او ما يسمى الدورة او المايزينة انا كما قلت لكم درت هذي الديان الباكية هذا را معروف هالبنات هذي نشا هذي زوين وانتي ايا ممكن تخدمي بالنشا بالدقيق البيض إلا ما عندكش نشا بيتي الباديل هو الدقيق الابيض او لها البنات تخدموا اه اما بالدقيق اما بالروز اما بالنشا هذو ثلاثة الاشياء ممكن تخلطي بهم الوصفة ديالك وبالمناسبة الخميرة را ما شاء الله على المنافع دياله وعلى المزايد دياله الله الله مبارك يعني البنات اللي غادي جربوه ومالي غايعرفوني عليش كان هذر ومن اليك نحاولو نجمعوه اوسته مزيان مزيان اوه 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 الاختي كان في الوجيه ديال فاختي هناليا غادي نضيف مع القدية تشوف ها انتم حبيبتي اشتركوا اضفنا فيها جميع المكونات المكونات المات الورد الروز عفوا ان الناشا و بالنسبة البنات اللي ديما كيسونوني على المنافع ديال الخميرة فهي البنات كتعطينا دار الوجه كتعطي ترتيب وتغذية كتقل المنجفف ديال البشرة مقاومة العلامات الاجهاد والتوطن كذلك كتقضي على علامات الشيخوخة المبكرة والشيخوخة اللي كتكون في سن الخمسينات ولا في سن السينات كتجدد خلايا ديال الجلد بسبب الاحماد الامينية زيادة كيما كنقولو احنا مروينات البشرة بسبب الكولاجين والبروتيين والتخفيف من التياب وانتي شرحة بسبب على الجلد وبالنسبة المنافع ديالها من غير هاد المسائلة دورها كتيرا فهي البنات كتنفخ وكتجبد البشرة ديال الوجه كنين بزف ديال الكريمات وبزف ديال المنتوجات غاليين كيتخدم بهم الخميرة ديال الحلوة سوان ديال الحلوة او ديال الخبز كيخدموا بها البنات المنافع كيما كنت لكم ديال الخميرة ديال الحلويت والحتي ديال الخبز normal معكorts قد تبدل الخاليا ديال البشرة كتترتب البشرة تمنع من ظهر الحب ديال الحب ديالي تجاعد لأنها تحتوي علي البنات على فيتامين واحد و بيتامين بي مجوج و تو و فيتامين بي مستة فيها بء واحد و بي مجوج و بي borrowed و فيتامين بي مستة وكتزول الملوتات من الجلد والمواد السامة المتركمة تلانسيجات الجسم بفعالية بسبب احتواء الخميرة على البوتاسيوم كذلك البنات الخميرة تحتوي على الأحماض الأمينيوم المعادن كالزنج والفيتامينات كفيتامين ومضادات الأكسادة مثل السي اللينيوم التي تحارب تجاعد وتعزز وتجدد خلايا البشرة جرال قليلة تطبيقها عادي تطبيقها عادي شوفوا بعد القوام كريمي وبيض بياد التلج اللهم بارك يا البنات هانتم حبيباتي تطبيقها 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 تجف تطبيقها 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 تطبيقها